استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقسل قضيبية صباح اليوم سعادة السيد شايبان يامرو بينغ فونغ زفيرة مملكة تايلند لدى مملكة البحرين حيث جدد لسموه دعوة معالي رئيس الوزراء التايلندي لسموه لزيارة مملكة تايلند وخلال اللقاء شهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما واصلت إليه العلاقات البحرينية التايلندية من تطور ونماء وما يتسم به التعاون الثنائي بينهما من ازدهار في مختلف المجالات مؤكدا سموه بأن هناك دوما مجالات جديدة لتطوير العلاقات البحرينية التايلندية وبما يخدم التعاون الثنائي بينهما ونوه سموه بمقاومات التعاون الاقتصادي والاستثماري المتوافرة في البلدين والتي تعد مجالا رحبا لتنفيذ المشروعات المشتركة التي تعود بالفائد على الجانبين وقال سموه إن توجه مملكة البحرين نحو المضي قدما في طريق التنمية تطلب تعزيز الأواصر علاقاتها مع المحيط الخارجي لذا فهي دائمة الحرص على تفعيل شراكات مثمرة مع دول العالم وتكتلاته الاقتصادية ومنها مجموعة أسيان التي تعد تايلند محورا أساسيا فيها من جهته نقل السفير التايلندي لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات القيادة والحكومة التايلندية وتقديرها لجهود سموه في دعم العلاقات البحرينية التايلندية ترجمة نانسي قنقر